أحمد يعني يعني اتكلمنا على المباراة لكن على المستوى من خلال رؤيتك لمباراة اتحاد وأوكلاند شايف مباراة النادي الاهلي بكرة معه ازاي؟ في اختلاف في فكر والدخول نادي الاتحاد أمام النادي الاهلي أكيد أمام مختلف عن أوكلاند شايف ده ازاي؟ وشايف استعدالات النادي الاهلي كمان ازاي اللي بطولة كبيرة زي دي؟ يعني انا بشوف انه من المؤكد طبعا ان النادي الاتحاد يستعد الماتش الاهلي او يعني التاكتيك اللي مارسيلو جايردو هيتابعه في الماتش ده مختلف تماما عن الدخل بماتش اوكلاند اللي يعني خلينا نقول خصم اقلب كتير من كل الخصوم اللي موجودين في البطولة لفارق المستوى بين القرى والقرى والعناصر والعناصر وكل المعطيات اللي قبل الماتش ده بشوف انه استعداد الاهلي او مبادرة الاهلي في الماتش هي اللي هتتحكم في ظهور الاتحاد بشكل او باخر يعني انا شايف انه المبادرة في الماتش ده والعنصر المجهول في الوقت ده خلينا نقول هو كيف سيدخل المرسيل كولر المباراة ممكن نبقى متفقين كلنا او كتير شايفين التشكيل الاهلي مفيهوش لعب كتير او عناصر كتير ممكن تدخل وعناصر ممكن تطلع ولكن انت هتعملي مع الاتحاد هي دي النقطة مرسيل كولر هيبادر الاتحاد بالهجوم مرسيل كولر هيبادر بضغط عالي مرسيل كولر هيبقى عنده استعداد يفتح خطوطه مثلا بشكل ما مرسيل كولر هيبقى بيستغلن للتحب يستقبل اهداف دايما في اوقات مبكرة من المتشاط زي ما شفنا في المتشاط الاخيرة في الدوري السعودي وحتى من بداية الموسم هل هيبقى الاهلي فعلا الليل الابرهند في البداية ولا هيستقبل لعب ويمتصل الحماس بتاع الجوهرة المشاعة ويعني خلانا نقول الافضلية الورقية للاتحاد جدة من حس النجوم بالزاد في خط النص والتحكم في اللعبة وجود عناصر زي نقوله كانتي وفابينيو فشايف ان يعني اول عشر دقايق اول ربع ساعة ودخول الاهلي في المتش هو اللي اعتقد انه هيجيب على كتير من الاسئلة سواء عند جاير دو كولر وسواء عند المشاهدين بشكل عام طب حيخش المتش ازاي مهم احنا دي القصة هل معلوش هيروح لحمة فيها دي لانه حيعمل ايه يعني هل حيبدأ ضاغط من بداية المباراة هل حينتظر من وجهة نظرك كيف هيستطيع كلها